والبداية مع ما أشار إليه بعض من المدونين والمغاردين في تركيا بأن مشروع تركيا السري يظهر للعلن ولأول مرة يتحدثون عن الصاروخ التركي الجديد الصاروخ محل الصنع الذي يصل مداه ل561 كيلو متر وبموجب هذا الأمر اتحدث بعض من المحللين العسكريين في اليونان عن تخوفات كبيرة لأسنى من هذا الصاروخ حيث إن بإمكان تركيا الآن أن توجه ضربات بهذه الصواريخ إلى أسنى بمنتهى السهولة وهو ما جعل هناك حالة من الإنزعاج والخوف والرعب لدى المحللين العسكريين في الدولة اليونانية إذن نتحدث عن تطور مذهل في الصناعات العسكرية التركية في الأولين الأخيرة تحت قيادة الرئيس أردغان الطائرات المسيرة لديها سمعة عالمية اليوم دولة الكويت تقوم بالتوقيع مع الدولة التركية على عقود شراء طائرات بيركتار التي أثبتت كفاءة كبيرة في المعارك التي خاضتها والتي استخدمت فيها هذه الطائرة أبوا إدا ترجمة نانسي قنقر شكرا